لكي ننور المقام باجتلاب أمثلة أخرى لا بد أيضاً أن نعرض لما يعرف بالقيد الأغلبي في موضوع الصفة الكاشفة والصفة المؤثرة وفي القيد الأغلبي لماذا؟ نحن ذكرنا في التعريف أن الصفة الكاشفة تعين الماهية تعين الماهية واضح؟ وأما الصفة المقيدة فتميز ماذا؟ فرداً من أفراد ذي الماهية لا في عنا القيد الأغلبي هذا يلتقي مع الصفة الكاشفة في أشياء ويختلف في أشياء مثل ماذا؟ يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ما يجينيش واحد وقد حصل وحصل هذا من الشيوخ قال لك الآية صريحة أن الربا المحرم في كتاب الله ما كان أضعافاً مضاعفة فالربا الذي لا يبلغ أن يكون أضعافاً مضاعفة يبقى مباحاً نعم هذا كلام باطل من جميع الجهات وأنا علقت عليه قبل حوالي ربع قرن قلت لا يقول به يهودي أكبر المرابين في العالم قلت لا يقول بهذا يهودي هذا قول بالغ الجشع والطماعية لا يقول به لماذا؟ أول شيء لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا ماذا؟ تقول له وذروا ما بقي من الربا وبعدين قال فلكم رؤوس أموالكم شف ذروا ما بقي كل ما زاد عن رأس المال محرم حتى لو أحد في المئة محرم الله قال ذروا ما بقي من الربا وقال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا فما زاد عن رأس المال فهو ربا وهو محرم عليسي كذلك أي واحد وهذا نص ثانيا لا يكون الربا أضعافا مضاعفة أول شيء الضعف اثنان الضعف يعني اثنان ولكي يكون مضاعفة يبلغ ستة يعني الآن ستة أضعاف من الذي يأخذ ستة أضعاف ستمائة في الماء ما في هذا يخرجه كاي دينار تعيده له سبعة يعني مستحيل لا يوجد أحد أبدا هنا في أوروبا كان بفوق 15% أو 16% هذا قبل 30 سنة الآن أقل من واحد أو واحد وشوية فقط فإذن من أين أتيت بهذا القول هذا الشيء مخيف جدا جدا لو كان الإسلام يبيح ما لم يكن أضعافا مضاعفة معناها هذا دين جشع جدا جدا وهذا أكبر دين ربوي معناها صحيح؟ ليس دين حرب الربا يكون أكبر دين ربوي سمح بمستويات ماء الربا لم يسمح بها جشع في التاريخ أليس كذلك؟ هذا اجتهد باطل من أين أتي هذا الشيخ الجليل وأمثال ورحمة الله عليه أتي من أنه لم يفهم هذه القواعد الصفة الكاشفة والقيد الأغلبي والصفة المؤثرة لم يعرف هذا لو عرفاه ودرساه وحذقاه في الأصول لما وقع في هذه الأخطاء التي لا يقال لعن لصاحبها لا يقال لعن لصاحبها ما هو القيد الأغلبي؟ قيد الأغلبي كما قلنا تشارك مع الصفة الكاشفة في أشياء أول شيء أنه غير مؤثف الحكم احذفه ما بتأثر المعنى احذفه يعني الله قال مثلا لا تأكلوا الربا خلص من غير أضعاف مضاعفة الآية صحيحة الحكم لا تأكلوا الربا كل ما عد ربا ممنوع يدخل في حكم الآية الله قال أضعافهم مضاعفة قيد أغلبي ما معنى قيد أغلبي؟ لبيان الحال والواقع العرب والعياذ بالله في الجاهلية كان منهم من يأكل الربا أضعافاً مضاعفة شعر رهيب كان بعضهم في الكل منهم من يفعل هذا فذكر الله ذلك تشنيعاً عليهم تشنيعاً وبياناً لحالهم على أنه ليس كل مراب يفعل هذا بعضهم كان يفعل هذا فذكر الله للتشنيع عليهم وزيادة التبكيت فقط لبيان الحال اسمه سموه قيد أغلبي قيد أغلبي مثل أيضاً ماذا؟ مثل قولي تعالى وربائبكم التي في حجوركم طب ممكن تكون الربيبة من هي؟ بنت الزوجة بنت الزوجة التي دخلت بها تسمى ربيبة في أغلب الحالات تكون في حجرك يعني أنت تتزوج أو تتزوج أمها ثم تضمها مع أمها إليك في أغلب وربما كانت في حضانة أبيها لا بأس لكن ربيبة أو محرمة عليك ما تقول ليش الله قال ضمن المحرمات ربائبكم التي في حجوركم هي ليس في حجري هي في حجر أبيها فتزوجها غلط ممنوع لم يقل بهذا فقير لأن هذا قيد أغلبي والقيد الأغلبي مثل الصفة الكاشفة لا مفهوم له ما معنى لا مفهوم له هذا برضو من المفهيم الأصولية طبعا لو لا أنني أعلم يعني أن بعضهم ربما لم يقرأ الأصول لا ما ذكرت هذا هذا من بديهيات علم الأصول له مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة العكس يعني undergraduate لما نقول يعني إيه لما نقول ها التي في حجوركم ها مفهوم المخالفة ربيبة ليست في الحجر هل يؤخذ بهذا لا يؤخذ به هذا مهدر الربيبة ليست في الحجر محرمة كالربيبة إيه التي في الحجر لأن الربيبة التي في الحجر ها هذا إذا أردنا أنه دقق ليس صفة كاشفة بل هو قيد أغلبي وما تقول ليش الله قيل إيش في حجوركم هذا قيد أغلبي معظم الحالات بكون هيك بس مش في كل الحالات هل له مفهوم؟ لا مفهومة له يعني إياك أن تعمل مفهومة مخالفة وتقول لي هي ليست في حجري إذن تحلوا لي هذا غلط لا مفهومة له تعرف زيش؟ مثل قوله يقتلون الأنبياء يقتلون النبيين بغير الحق في قتل الأنبياء بحق ما ينفعش في ممكن يكون تقتل نبيا بحق مستحيل إذن هذا قيد وهذا تقريبا في كل الحالات هذا أقرب أن يكون صفة كاشفة كل من قتل نبيا ليس سنقول قيد أغلبي لماذا طيب؟ لأنه لا يوجد خمسة في المئة أو خمسة في الألف ولا واحد في المليون قتل النبي بحق عمره مبصير دائما كل من اقترف هذه الجريمة العظيمة وهي قتل الأنبياء إنه لا يفعل ذلك بغير حق فهي صفة كاشفة لازمة قتل الأنبياء لا يكون إلا إيه إلا إيه بغير حق إحذفها لا يتأثر شيء يقتل الأنبياء لعنة من اللعنات أبدا وعضح يا إخواني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا قيد أغلبي لأن تسعين في المئة من الإماء والجواري لا رغبة لديهن ولا بهن أيش بالبغاء ما بدهن مين بدهن الشغلان العاطل هذه الصاقفة أبدا تسع أو تسعين في المئة ما بدهن صحيح فهذا قيد أغلبي مش معناها أنها إذا أرادت ورغبت فلي أن أكرهها ممنوع ممنوع أن تكرهها رغبت أم لم ترغب وفي عظم الحالات لا يرغبن وهذا قيد أغلبي لكن ربما واحد في المئة واحد في المئة فقط من هنا ترغب في ذلك منحرفة الفطرة وكذا كذا ممنوع أيضا أن تغريها فضلا عن أن تكرهها فمعنى قوله لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا هذا قيد أغلبي ووضح يا أخواني قيد أغلبي قريب من الصفة الكاشفة لأنه في مجال الاستثناء مجال لاستثناء مش ممكن تقول لي الجارية بما هي يعني ما هيتها أنها لا يمكن أن ترغب في البغاء لا صحيح بعضهم يرغب هذا ليس صفة كاشفة قيد ماذا؟ ترى هذه دقة كل هدف على الأصوليون رضوان الله عليهم حقيقة علم أصول فقه مفخرة للمسلمين يا الله كم لعلمائنا فيه من آياد بيضاء على الفهم والتأويل يعني الآن تذهب أن تأسع وإجراء علم التأويلية هذه هل مناوية تيكس كذا كل شيء سبقنا إلي وعلى نحو أدق وأعمق وأكثر اتساقا مفخرة عجيبة لكن للأسف معظم المتأخرين ضيعوا هذا العلم ونفائسه فلا تكاد تلمس له أثرا في ماذا؟ في خطابنا الإسلامي صحيح؟ يعني مفروض مفروض كل مرة ومرة في خطبة في موعدة في جواب سؤال في كذا أن نؤنس الناس بماذا؟ بطريقة الأصوليين علماء أصول الفقه في ماذا؟ في فهم النصوص والتعاطي معها هذا علم تفسير النصوص أستفهم أنه هناك قواعد دقيقة جدا أدق من ميزان الذهب أدق من ميزان الذهب إذن